المعوذتان هما سورة الفلق وسورة الناس من فضائلهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى ألما أو وجعا قرأ على نفسه بهما مع سورة الإخلاص التماسا منه لتخفيف الألم أو زواله فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه ومن فضائلهما أنهما حصن حصين من شرور الإنس والجن والشياطين فعن عقبة بن عامر قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما قال وسمعته يا أمنا بهما في الصلاة وقد نزل بهما جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي فكلما قرأ آية منهما إن حلت عقدة من عقد السحر حتى إذا فرغ من قراءتهما إن حلت عقد السحر كلها ومن السنة المداومة على قراءتهما عقب كل صلاة مكتوبة فعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين وفي رواية أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة والمعوذات يعني المحصنات وهي سورة الإخلاص والفلق والناس وسميت بذلك لأنها تعصم صاحبها من كل سوء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يجمع كفيه ويقرأ فيهما بالمعوذات مع سورة الإخلاص ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما استطاع من جسده فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات